ولكن عندنا أشياء أخرى محتاجيني أسامة الكامل فيها طبعا بطولة السوبر يعني هم عايزين ننتظر بطولة زي ما بدأنا الموسم الماضي مع مارسيل كولر ببطولة السوبر آه يمكن كانت سوبر محلي في الإمارات ولكن المرة دي بننتظر بطولة سوبر أفريقي في الطائف في السعودية ورغم إن الكاف بيحدد موعيد عليه علامات استفهام كتيرة جدا 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 إن يكون دايما مباريات ببطولها ببطولة إنت عندك ثلاث بطولات بتنظمهم بعد البطولة الرابعة لأنت قرفتها كل مرة بيحصل مشكلة في فكرة التوقف الدولي وتحديد موعد البطولة النهاردة التوقف الدولي بينتهي يوم 12 والكاف بيعلن يوم 15 هذا الشهر مباراة السوبر ما بين بطل دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي وما بين اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية بالتأكيد نتمنى بداية موسم مشرقة نتمنى بداية موسم سوبر عشان يكون الموسم كله سوبر أكيد يا فارس يعني كنا نتمنى أن التوقيت يكون متأخر شوية عن كده والكاف يراعي شوية بطولات ونهائيات هذه البطولات ولكن كلنا ثقة في الجهاز الفني كلنا ثقة في اللاعبين خاصة وخلفهم جماهير النادي الأهلي عن قناعات شخصية هيكون الأمر المدرجات أحمر في أحمر إن شاء الله طبعا يا سامة وأكيد يعني فكرة تعارض التظاهرات أو تعارض الأنشطة والبطولات اللي بنظمها الاتحاد الأفريقي مع بعضها ظاهرة غريبة جدا ويمكن الاتحاد الأفريقي يا جماعة أنا بشوف أنه فعلا بيأخذ خطوات دايما نحو تطوير المنظومة بتاعته للأمانة يعني هو في السنوات الأخيرة تحديدا خد كتير من الخطوات في تنظيم على مستوى التحكيم والرقي أو الارتقاء ببعض العناصر الخاصة بالبطولات ولكن بشوف إن مازال عنده مشاكل في بعض الأمور منها حتى بطولة السوبر ليج وتنظيمها والجوائز الغير معلنة بشكل مباشر وكتير جدا من الأمور ولكن نيجي بقى لبطولة السوبر الإفريقي أكيد فريق الاتحاد الجزائري فريق عنده كثير من الاحترام للنادي الأهلي والنادي الأهلي علمنا إن إحنا بنحترم منافسين هذه طبيعة النادي الأهلي يحترم دائما منافسي ولكن أنا بشوف إن البطولة في متناول النادي الأهلي خصوصا إن أنا بشوف إن أنت بتلعب تقريبا وسط جمهورك أجماعة ما يفعله جمهور النادي الأهلي فيما يخص بقصص حجز التذاكر وقصص الحضور الجماهيري البطولة مش في الرياض البطولة في الطائف فأنت تعتقد إن ممكن يبقى فيه شوية مشقة للجمهور للانتقال من الرياض أو غيرها من الأماكن في السعودية للطائف ولكن بتلاقي بمجرد طرح التذاكر بتنتهي تماما وجمهور النادي الأهلي كالعادة بيقدم ملحمة رقمية يمكن لأول مرة مباراة بتقام في السعودية بمجرد طرح التذاكر بتاعتها تخلص في المساحة أو المدة الزمنية وده عهدنا بجمهور النادي الأهلي وخصوصا جمهور النادي الأهلي في السعودية أكيد كل جمهور النادي الأهلي في أي مكان ولكن للأمانة جمهور النادي الأهلي وقسمة في السعودية قدم السبت والحد والاتنين والثلاث وباقي الأسبوع وكل مرة الله بالتأكيد يا فرسك خلينا وضح أن مش كل التذاكر تم ترحاها ودي نقطة برضو من النقاط السلبية بالنسبة لي في الكاف وهي فكرة التذاكر وتحديدا ما حدث سمورات نهائي دورة أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضي لما تلعبت المباراة أو النهائي البطولة من المباراة 91 ديئة في المغرب وكان فيه اعتراضات كتيرة وكان فيه إحساس بالظلم واقعا نادل قال لي خاصة تأخر تحديد الموعد والخطاب اللي اختفى والقصة اللي انتوا عارفينها دي كان الكاف رافض أنه هو يخلي الملعب 50% 50% وقال لك لا افتح الملعب وخدنا مدرج فقط لغير كنادي أهلي وسط مدرج جماهير أو وسط استاد امتلأ بجماهير الوداد البيضاء البغريبي طب السوبر الأفريقي وانتوا عارفين أن السوبر الأفريقي دي أول ما بدأت بدأت أن كانت تلعب على ملعب بطل الدور الأفريقي فدخل التسويق والقصة دي فبدأت تلعب في ملعب أخرى ودول أخرى حسب الحاجة وحسب الطلب وبنشوفها بشكل مختلف كل مرة يعني فالمرة دي جل الاتحاد الأفريقي بعد ما اتفق أن القصة تبقى مفتوحة بدون تحديد عدد جماهير هنا أو هنا تراجع ربط جماهير النادي الأهلي اللي بتمزل مجهود كبير جدا جدا في السعودية بتواصلها مع الاتحاد السعودي للكرة القدم الحقيقة بنشكره جدا جدا للدور اللي قاين به مع الجالية هناك المصرية قال أن الكاف تراجع عن القصة دي وتم تقسيم الملعب 178500 للنادي الأهلي وت8500 للتحاد العاصمة الجزائري احنا هنا مش هنقول أن ده ظلم لأن الحقيقة هو ده العدل لكن أين كان هذا العدل في مباراة نهائي دور أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والودان ده رقم واحد رقم اتنين الاتحاد السعودي لكرة القدم قاين بدوره بشكل رائع جدا وإن كان بعض فكرة حجز التذاكر مرتبطة بالعدد اللي بيتم السماح به 3000 في 3000 فبيحصل ضغوط وبيحصل ضغط بالزبط وبيطرح على مراحل فبتبقى الأمور صعبة جدا ولكن في النهاية جماهير النادي الأهلي دائما وأبدا تتحمل الصعاب من أجل إنجاح النادي الأهلي الأهلي دائما يا جماعة بجماهيره ودايما بقولها هنا نصر النادي الأهلي بجنحين أعضاء الجماعية العمية وجماهير النادي الأهلي من خارج أعضاء الجماعية العمية في النادي الأهلي دائما هتلاقي سمة كل شخص مسؤول مشجع هتلاقي جوه عضو الجماعية العمية هو أصلا مشجع هو جاي أصلا النادي الأهلي عشان مشجع جماهير النادي الأهلي اللي لم تطاح لها فرصة الأعضاء في الجمالة وماءهم مشجعين المسؤولين اللاعبين واللي دايما بينجح اللي هو أي مسؤول بدرجة مشجع عندنا سقة كبيرة جدا في جماهير النادي الأهلي إنها تحجز كل التذاكر ويمكن كمان يعني تاخد تذاكر من الجانب الآخر بأي طريقة ما ولكن الاتحاد السعودي طمئن الجالية المصرية وقال لهم إن أي حد من جماهير النادي الأهلي هيصل إلى المطار هيكون فيه بصات مجانية تنقل جماهير النادي الأهلي القادمة من مصر إلى ملعب المباراة زهاب وعودة وده شيء إيجابي جدا بنشكر عليه طبعا الجانب السعودي وبالتأكيد الجانب السعودي موفر مثل هذه الأمور للجانب الجزائر أيضا لأنه في النهاية يريد إنجاح البطولة وهو في النهاية على مسافة واحدة من الفريقين نتمنى بإذن الله تنتهي المباراة بصافرة الحكم معلنا النادي الأهلي بطلا للسوبر الأفريقي يعني أعتقد يا أسامة دور الجمهور دايما مع النادي الأهلي هو مساند وداعم آن كان سواءا على السوشيال ميديا في الملعب وفي كل هذه الأمور دايما الجمهور بيكون حاضر ترجمة نانسي قنقر